الستات رجالة بيستغلوها بيخلوها ضحية عياته للوقت انهيارات مشاكل نفسية بنشوف ده طبيعي لكن الراجل بقى اللي يشتكي ويقول انا الضحية انا راجل استغليت فعايزين نعرف برضو ايه شكل الرجالة مواصفات الضحية ده ازاي الست بتعرف تدخله وبتستغله سواء بتستغل فلوسه او بتستغل منصبه او بتستغل نهاية بعيشة حياة احنا بنشوف ساعات الستات هي بتعيش يعني حياة واهلها يعني 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 عارفة بيعمل لها اوبجريد لمستوها هي وعالتها كلها يعني بس مبدئيا مش كل الابجريد اللي بيحصل لطرف لانه لازم يكون استغلال قد يكون ده معمول من الطرف اللي عنده بمحبة وارضة هي الفكرة بقى في استغلال الراجل لانه ده كمان بنات كتير شايفة انه الزكاء والشطارة انها تتحكى ليه وبيتم تمرير ده في نصايح في السوشيال ميديا في مقالات انه الست لازم تبقى وعية وشطرة وانها تستخدم قنوستها في انها تحصل على اهدفها انا مختلفة مع النقطة دي بس خلينا نتكلم ازاي توصل لانها تستغل الراجل في طريقتين الطريقة الاولى انها تفخم جدا في قليات الزكورة عنده ان هو الراجل ركزوا معي يا ستات طريقة استغلال الراجل طبعا احنا بنرفضها بس احنا بنشرحها خليكم احنا نركزوا ايه بقى? ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ اه ناعمل لهم ايه بقى وليلي فى طريقتين في طريقة انها بتفخيم الرجل اه واة دعم فكرة القرم وانها ملهج غيره وده بقى ده توجه موجود عند بنات كتير صغيرة يعني أجيال صغيرة وهو اللي ليها وانا لا معرفش اعمل حاجة من غيرك قال ايه بيقول لي دي مبتعرفش تنزل الشارع ها توه ايوه ينزل يجيب اللي بتتوه دي عندها تلاتين سنة اقوله اتتوه ازاي ويقول لي اه مبتعرفش تعمل حاجة من نفسها خاصة حتى وداخد سوبر ماركت مبتعرفش تشتري الحاجات قلت زكية ونصحة استدت دي زكية ونصحة ايوه متلاقيقة دي ومصدق على فكرة ايوه هي خلاص هي مبتعبش حاجة من غيره جزء من المسألة فهذا لا بيرضي غرور الراجل لا بيرضي غروره فبيرتبط بالستة اكتر وبيخليه طبعا طول الوقت بيقدم كل حاجة اللي هو انا لو هي المشكلة المشكلة في الاستغلال المشكلة الحقيقية انه بيبقى فيه طرف بيفكر وبيخطط في العلاقة لكن الطرف التاني بيكون بيتعامل بمشاعره علشان كده بتيجي من هنا فكرة انه الاستغلال امر سيء لانه فيه مقارنة غير صحيحة فيه حد بيفكر ويخطط وحد بتحرك فيه حرب مش نظيفة فيه حرب مش نزيهة يعني مش معقولة بقى بدخلها بخطط وبعمل ما احنا لو بنخطط زي بعض يبقى احنا كده فيه معادلة زي زمان يقولك انا دلوقتي فيه حرب شغالة انا بضرب بالدبابات وسواريخ واحد تاني واقف بيدرب بسكينة مش هينفع او داخل يحارب بقلبه مثلاً معه برضو مش هينفع لازم يبقى فيك الدراج يعني انا ممكن اتفهم واقبل التخطيط في اطار مثلا واحد بيحب واحدة فبيخطط عشان يوصل لها واحدة بتحب واحد فبتخطط انها تتواجد في الاماكن اللي هو موجود فيها تتعرف على أصحابه عشان توصله في ده منطقي وتقدري تفهميه وتمراريه لكن في الاستغلال لانه القرب هنا او ازهار الضعف هو حالة من حالات انه فخر اه طبعاً عشان هو يلازم عشان قلبي بقى حماية وهو الاسد بقى اللي يسيطر يصعب علي ويراعي ويدبر ويعمل